امتداد لمنخفض جوي وأمطار شمالاً تمتد لأجزاء من الوسط وتقص بارد في أغلب المناطق وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أصعد الله مساءكم يتوقع أن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام في يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وكما نشاهد هنا من خرائط هطولات المطرية يتوقع بمشيئة الله أن يكون هناك بعض الهطولات المطرية خلال ساعات نهار يوم الجمعة على مناطق من شمال المملكة هذه الأمطار قد تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة مع ساعات جيل وصباح الباكر من يوم السبت ويوم السبت بمشيئة الله تمتد هذه الأمطار لتصبح في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية أيضا تبقى الأجواء باردة في معظم المناطق وتكون أيضا غائمة إلى غائمة جزئيا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة ننتقل سويا لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان الأجواء غالبا صافية درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 8 كم في الساعة أما في ثلاثة أيام القادمة وعطلة نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة والسبت نهارا 10 درجات ليلا 7 درجات يوم الجمعة هناك فرصة لبعض الزخات من الأمطار كما نشاهد يوم الأحد ارتفاع بسيط يتصل إلى 12 درجة مئوية نهارا 6 درجات في ساعات الليل ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة ونبدأها شمالا من أربد 15 إلى 12 غيوم متفرقة في المفرق كذلك الأمر 12 إلى 8 درجات في جرش من 14 إلى 11 عجلون من 13 إلى 11 درجة مئوية في العاصمة عمان 10 إلى 7 درجات في الزرقاء 13 إلى 9 درجات بلقاء 11 إلى 9 درجات في مادب 10 إلى 6 درجات وفي البحر الميت من 18 إلى 14 درجة مئوية في الكرك 11 إلى 6 درجات في الطفيلة 9 إلى 6 درجات في جبال الشراء 7 إلى 3 درجات في معال من 10 إلى 5 درجات وفي العقبة من 20 إلى 12 درجة مئوية في المناطق الشرقية رويشد 13 إلى 7 درجات في الصفاوي 13 إلى 7 وأيضا في الأزرق من 14 إلى 7 درجات مئوية نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم فقال الله حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينتي في الأردن يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة